امريكا كلها على بعض اكتشافها كدولة بلها 340 سنة او اقال بس تلقرون يا جماعة يعني انا عندي بيوت في مصر عندي جبانات في مصر مقابر في مصر اخدم من الولايات المتحدة الامريكية هل في ذلك تجاوز هل في تجاوز يا ابراهيم هل انا اتجاوز عندما اقول ان هناك مقابر جبانات في مصر اقدم من دول واقدم من الولايات المتحدة الامريكية عزم دولة في العالم واحد يقول لي يا اخي تليه انت شوف امريكا فين انت فين انا بقولك انا عارف امريكا بقت اغنى دولة في العالم وانا لسه احبو في كذا بس انا عندي عندي معين عندي تاريخ عندي حضارة عندي جزور اقدر ابني عليها هو انا يا جماعة مصر دي مش فندق مش عجباني اروح حيث تاني خليني بس اقول الاول انه اللي خلاني اقول كده انه قبل الهوى وانا بتابع السوشال ميديا وغيره في صراخات من عملية هدم مقابر في مناطق اثرية مقابر بقى لها مئة سنة ومقابر بقى لها مئتين وثلتمائة وربعمائة والف سنة وغيره في منطقة القاهرة القديمة او القاهرة التاريخية اللي مسجلة في اليونسكو اللي فيها اهمال او غيره لكن خلي اقول بس انه الدولة دلوقت عشان منساش وعشان ما تجاوزش وعشان مبقاش معلومات مغلوطة او منقوصة انه الدولة بتهتم بالقاهرة التاريخية لكي تكون كما كانت في لحظة انشاءها شفنا مكتات وشفنا حاجات جامدة جدا ياريت الناس بتوع تنسيخ الحضاري يطلعوا معنا يقولوا والناس يتكلموا عشان يشوف الصورة منشوفش جزء من الصورة لكن ما لديه الان انه فيه غضب من بعض الاحفاد للعبث في مقابر وجبانات الاجداد ده موجود خلينا اقول لحضراتكم اتكلمت في الموضوع ده قبل كده انه لما لاقي مقبرة طا حسين مهددة انه هي تتهاد مقبرة اسمها كتير محمود سامي البرودي محمود سامي البرودي يا جماعة يعني صاحب مدرسة الاحياء والبعث في الشعر ويعني ده رب السيف والقلب محمود سامي البرودي عندي الامام ورش عنافع اللي هو قارئ القرآن عندي حافظ ابراهيم امير الشعراء شعر النيل اهو الشيخ ورش ورش عنافع بتسمعون انتوا اللي بيسمع ازاد الخرن الكريم يقول لك ايه برواية حافظة عن عاصم او ورشة عن نافع اهو ده ورش ده احد القراءات اهو من كم يا جماعة من سنة تمنمية واثناشر من سنة كم تمنمية واثناشر يا جماعة مش ممكن تمنمية واثناشر يعني يعني طيب الامام ورش وحافظ ابراهيم الشيخ محمد رفعت الدكتور طاع حسين عميد الاغذر العربي الليث بن سعد الامام الشافعي الجلال الدين الصيوطي الامام الصيوطي يحيي حقي سيدة نافيسة سيدة زينة يا جماعة احنا عندنا عندنا اهو المكان ده يعني المقابر دي تاريخ طراث طيب هل الأماكن دي مسجلة كأثر الناس الخبراء في الأثر قالوا لا أصلوا المفروض الورسة هم اللي يجوا يسجلوا والتسجيل بيأخذ وقت سنتين وغيره فما حدش بيجي يسجل فلم أثر أنا بأسأل الأثر والناس المختصة وبأسأل بهدوء شديد هل انتو منتظرين ان يجي حد يروح يقولك انه بتاع السجل ده أثر ولا انت اللي بعينك الفاحصة عارف ان ده بقى له ألف سنة ومئة سنة ومئتين سنة يبقى أثر واتسجله ونحفظه أصل الموضوع يا جماعة موضوع الأثار مش موضوع موظفين لو سبنا الأثار لفقه الموظفين والبيروقراطية مش هيبقى عندي حاجة مش هيبقى عندي حاجة أسلا ده ممكن لو واحد موظف بثقافة الموظفين بفقه الموظفين يقولك الهارم يعني شهد حجارة ما السلام يعني